بالتأكيد كل سنة وكابتن محمود الخطيب طيب كل سنة وكابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية الأمر عند الكابتن محمود الخطيب لا يتوقف عند أرقام ولا بطولات ولا أهداف برغم كثرتها وبرغم تحقيق الإنجازات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي لكن أنا من وجهة نظري بشوف أن الكابتن محمود الخطيب كان حالة في الملاعب المصرية تاريخ كرة القدم ما قبل الكابتن محمود الخطيب وتاريخ آخر لكرة القدم ما بعد الكابتن محمود الخطيب الشغف اللي تواجد بعد فترة عصيبة جدا مر بيها الشعب المصري بعد حرب أكتوبر المجيد كان لازم يكون فيه بطل ملحمي هو الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب اللي بقدر التغييره في مهارات كرة القدم وبقدر إضافته لأرقام وإنجازات مع النادي الأهلي لأنه أيضا أضاف لقيمة لعب كرة القدم أساطير سبق الكابتن محمود الخطيب وأساطير أيضا ستتلو في تاريخ كرة القدم المصرية ولكن يبقى الكابتن محمود الخطيب على مفارقة في جودة أو قيمة لعب كرة القدم لم يعد الآن بعد الكابتن محمود الخطيب لعب كرة القدم مجرد لعب كرة قدم بل أصبح الآن هو طموح الأباء في أبنائهم هو الآن هو معيار المهارة معيار النجاح معيار الإنجاز بل الأهم هو معيار الأخلاقيات الكابتن محمود الخطيب تاريخه كله انذارين فقط لغير وبالتالي أصبح حلم الأطفال أنا عاوز أكون لعب قرة قدم أنا عاوز أكون الكابتن محمود الخطيب اللي كان في جيله نجوم كتيرة جدا ورموز لقرة القدم المصرية ولكن لك أنت تخيل أن حتى نجوم الأندية المنافسة لما تيجي تتكلم عن الكابتن محمود الخطيب تتكلم عن إنجازاتها فتقول بكل فخر أنا من جيل محمود الخطيب هو ده اللي قدر يصنعه الكابتن محمود الخطيب غير اللي صنعه على أرض الملعب وده كان ليه؟ لأن الكابتن محمود الخطيب كان ربنا بيلهمه بالقرار المناسب الكابتن محمود الخطيب في بداية لعب قرة القدم كان قابقى وصينة وقادنا بمناسبة أننا لعبنا أو مبراء مع الإسماعيلي الانتقال للنادي الإسماعيلي ويلعب جنب فكهة كرة القدم المصرية الكابتن علي أبو جريشا وما أدراكه وقتها بالكابتن علي أبو جريشا وفريق الإسماعيلي بطل أفريقيا كان فريق قوي جدا ولكن في الطريق وفي بدايته بيجي النادي الأهلي أنه هو يتعاقد مع الكابتن محمود الخطيب بس فيه مشكلة هيكون ناشئ في صفوف النادي الأهلي وهيكون لاعب في الفريق الأول في فريق الإسماعيلي بقيادة طمسون مدرب نادي الإسماعيلي ولكن المشكلة دي ممكن تكون عند أي لاعب إلا الكابتن محمود الخطيب كان حاسم قراره أنا النادي الأهلي وعشان اختار النادي الأهلي فكان لازم يستأذن تعادة الكابتن محمود الخطيب من مدرب الإسماعيلي طمسون اللي خده من مركز شباب الجزيرة سلمه لغاية بوابة النادي الأهلي عشان يبدأ يكتب حروف من دهب بل يبدأ يساهم في مجد كبير جدا للنادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي اللي التفت حوالين البطل محمود الخطيب اللي كل طفل وكل أسرة كانت بتحس إن محمود الخطيب ده مش مجرد لعب ده حد من البيت بنشوفه في التلفزيون ده بيمثلنا وإحنا قاعدين بنتفرق بشأغف على مباريات النادي الأهلي ومنتخب مصر تنتهي مسرته كلاعب بقرار وبييجي وقت صعب جدا بعد الاعتزال بسنة يجيله قرار تاني يكون قادر فيه على اتخاذ القرار المناسب تعالى هتلعب في النيوشات السويسري يتدرب الكابتن محمود الخطيب أسبوعين ولكن في نهاية الأسبوعين بيحسم قراره مع الكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم قال له عمرك 34 سنة هتلعب أول مبتلت مباريات بكفاءة كبيرة جدا لكن بعد كده مدافع عنده 18 سنة هيكون دايما زي ظلك هيمنعك من أنك تبرز مهاراتك في الدوري السويسري وبالمناسبة فريق نيوشاتل كان بطل الدوري سنتين وكان هيلعب في دوري أبطال أوروبا ولكن حسم الكابتن محمود الخطيب قراره وللعجب أن فريق نيوشاتل السويسري قدم موسم ولا أسوأ عشان تفضل ذكرى أو يفضل خيال فكرة ماذا لو كان احترف لعب كرة القدم محمود الخطيب فتظهر احتمالات النجاح دايما أكبر من احتمالات الفشل وعلى المستوى الإداري مش هتكلم عن رئيس أو هتكلم عن نائب رئيس أنا هتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وإزاي بيقدس فكرة العمل المؤسسي داخل النادي الأهلي وهو في منصب أمين السندوق بيكون في ألمانيا بييجي على معسكر لفريق الشباب للنادي الأهلي في أبو ظبي بيحضر في أحد قيادات دولة الإمارات يطالب الكابتن محمود الخطيب أنه ييجي يشوف المباراة من غرفة خاصة بكبار الزوار فالكابتن محمود الخطيب يقول أنا مش رئيس البعثة رئيس البعثة وقتها كان عضو مجلس الإدارة وقتها المهندس العمري فاروق إذا كان حد المفترض يطلع يقعد في المكان ده فيبقى رئيس بعثة النادي الأهلي أو سفير جمهورية مصر العربية هو ده تقديس فكرة العمل المؤسسي داخل النادي الأهلي حتى لو كان اسمك محمود الخطيب